بسم الله الرحمن الرحيم سيداتي سادتي طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو المتجدد بإذن الله الحجوم اللي شنتوا المقاومة الإسلامية العراقية على قاعدة أمريكية في الأراضي الأردنية هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية أجع عليها الدور أمريكا شريك في الحرب والعدوان على غزة شريك بكل معنى الكلمة أرسلت ألفين جندي مريز وعملت جسر جوي لتمويل إسرائيل بالقنابل والذخائر وطائرات F-15 وكل شيء الآن أمريكا أصبحت أو بدأت تصبح شريك في الحرب وفي الخسائر أيضا يعني هذا الهجوم اللي استهدف القاعدة الأمريكية في الركبان في شمال الأردن هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هدفا رئيسيا لأذرع المقاومة وبحور المقاومة في المنطقة بأسرها هذه العملية مهمة لعدة أسباب العملية مهمة أولا لأنه فيه وقعت خسائر بشرية لأول مرة في قصف الأماكن أو قصف القواعد الأمريكية في المنطقة يعني ثلاث ختلة وأربعة وثلاثين جريحا هذا اللي اعترفت فيه الإدارة الأمريكية هذا أول حاجة الأمر الثاني أنه هاي العملية يعني تجسد يعني رصدا استخباريا غير مسموك يعني اللي نفذوا العملية اللي هي المقاومة الإسلامية العراقية هذه المقاومة يعني تملك قدرة على الرصد الاستخباري غير مسموك ومفاجئ مفاجئ لأمريكا مفاجئ لإسرائيل مفاجئ للأردن مفاجئ لكل دول المنطقة حددوا الأهداف بطريقة دقيقة جدا وأرسلوا المسيرات لتضرب هذه الأهداف وتوقع يعني خسائر كبير الأمر الثالث أنه الطيارات المسيرة اللي استخدمت في هذا الهجوم متطورة جدا وتحمل أهداف صواريخ دقيقة جدا هذه الصواريخ جميعها أصابت أهدافها والدليل على أنها متطورة ومفاجئة أنه الولايات المتحدة الأمريكية اللي عندها يعني دفاعات متقدمة جدا لم تستطع إسقاط هذه الطائرات قبل الوصول إلى أهدافها أولا فوجئت ثانيا الرصد كان جيدا الأمر الثالث الفشل في إسقاط هذه المسيرات فهذه كلها عوامل يعني بتشير بأن أيام أمريكا القادمة يعني صعبة جدا ويعني مؤلمة جدا للأمريكان يعني هل سيكون عام 2024 هو عام نهاية الوجود الأمريكي والقواعد الأمريكية في البنطقة والله أنا لا أستبعد يعني القواعد الأمريكية هجمت في العراق وفي سوريا في حقل العمر في العين الأسد في الشدادي الآن القواعد الأمريكية تهاجم بالأراضي الأردنية يعني في الماضي كانت الحكومة الأردنية تقول ما عندناش قواعد أمريكية إطلاقا تبين في قواعد أمريكية وقواعد فرنسية وقواعد مريطانية على أي حال يعني بالأمس قواعد في سوريا والعراق اليوم قواعد في الأردن هل يكون الهجوم القادم على القواعد الأمريكية في الخليج والله أنا لا أستبعد أيضا هذا التطور يمكن يكون هو يعني تطور عام أو مفاجأة عام 2024 طيب الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال بأنه هذا الهجوم سيتم الرد عليه واتهم إيران بالوقوف خلف هذا الهجوم طيب واستخدم عبارة يعني كانت موضع سخرية لما كانوا الأشقاء في سوريا يقولوها أنه الرد في الزمان والمكان المناسبين يعني رئيس بايدن استخدم هاي العبارة طيب ليش ما ترد فورا يا أستاذ بايدن طيب ما أنت الدولة العظمى أو الدولة الأعظم في العالم طيب ما أنت عارف وعندك مخابرات عندك 17 جهاز مخابرات طيب ليش الرد في الزمان والمكان المناسبين لأنه أنت خايف أنت مرعوب أنت مطبوع حقيقة يعني زي ما صار في اليمن اليمنين أهانوكم ضربوا سفنكم ضربوا حاملات جنودكم طائراتكم هذا ما قدرتوش تردو عملتو رد هيك يعني شكلي ضربتو أكمل موقع قديم جدا ومدمر أساسا لأنكم خايفين خايفين من توسيع الحرب وخايفين أكثر من هيك أنه أنتوا تتورطوا طيب في حرب في اليمن الآن أنتوا تهاجموا في اليمن وتهاجموا في قطع غزة وتهاجموا في جنوب لبنان وتهاجموا في العراق طيب بعدين يعني أنتوا خربتوا الدنيا وخربتوا على حالكم وأصبحتوا قوة عظمى مهزومة وبلا هيبة على الإطلاق هذه الحقيقة الآن الخبراء الأمريكيين بيقولك أنه أمريكا أمامها خيارين الخيار الأول أنها تبلع الهزيمة وتسكت وما تردش زي ما عملت أيام لما سقطت المسيرات الضخمة اللي هي جلوبال هوك اللي أضخم مسيرة في سلاح الجو الأمريكي لما أسقطتها إيران بصاروخ على ارتفاع 20 كيلو متر وبلعتوا الإهانة وسكتهم فهناك في خيار بيقولك لا إحنا ليش نتورط إحنا يعني خلينا أبعدين وبدناش نتحمل خسائر ونخوض حرب ثانية في رأي آخر بيقولك أنه أمريكا لأنه كان الجرح كبير جدا يعني الانتقال لأنه صار فيه انتقال خطير أو خطر خطير على الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها إيش هذا الخطر هذا الخطر هو زمان كانت الردود على أو ضرب القواعد الأمريكية تؤدي إلى إصابات ارتجاج في المخ يا عيني ارتجاج في المخ زي ما حصل في عين الأسد لما انتقمت إيران بقصف القاعدة لانتقاما للشهيدين اللي هو قاسم سليماني وأبو المهندس الكويس فهذه القصة اللي صارت أمريكا يعني كانت كل الإصابات ارتجاج في المخ ارتجاج في المخ الآن لا الآن صار فيه قتلى قتلى أمريكيين فهذا يعني مرعب بالنسبة لأمريكا وبالنسبة لقواعدها في المنطقة وبالنسبة لمستقبلها وعشان هيك دليل أن أمريكا مرعوبة والدليل أنها فقدت الكثير من هيبتها أنها بتتفاوض الآن مع العراقيين لسحب قواعدها من العراق العراقيين قالوا لها ارحلي هذه الحكومة رسميا لكن اللي فرض عليها الرحيل هي المقاومة الإسلامية العراقية اللي قصفت قواعدها وهددتها بشكل مباشر بالصواريخ وبالمسيارات فالآن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هذا الأمر إذا ردت بشكل قوي وضربت أهداف في إيران مثل ما يقول الخيار الثاني هذا يعني حرب شاملة حرب كبرى حرب إقليمية يعني وين بدها تروح الصواريخ الإيرانية بدها تروح على فلسطين المحتلة بدها تروح على إسرائيل بدها تروح على بناء إسرائيل التحتية يعني يعني الصواريخ الإيرانية بتقدرش تصل للولايات المتحدة من زي كوريا الشمالية لكن بتقدر توصل للحبيب المدلة لإسرائيل في الشرق الأوسط وفي صواريخ اللي استخدم صاروخ اللي على مدى 1200 لضرب قاعدة الموساد في أربيل بيقدر كمان هذه الصواريخ توصل لحيفة ويافة وعكة والقدس وكلها فأمريكا خايفة من هذه المسألة لكن كانت أمريكا تعتقد إنها قادرة على إدارة الحرب واحتواء إيران وعدم توسيع هذه الحرب الآن لا هاي الهجوم اللي صار على قاعدة أمريكا في الركبان في الأراضي الأردنية غير المواعد أسقط غير كل المعادلة أسقط المفهوم اللي بيقول إنه أمريكا تدير الحرب ومسيطرة على الحرب في إيران فالأيام الجاية في تقديري أيام خطيرة جدا يعني تعتمد على الرد الأمريكي كيف هيكون لكن المهم إنه أمريكا وقواعدها أصبحوا الآن هدفا وهذا الهدف يعني سيتكرر فمسألة كثير مهمة بدي أختم بأمر آخر طبعا هنرجع للموضوع وحنحكي فيه يعني وحنتطور فيه لكن بدي أختم بموضوع مهم جدا الوقاحة الإسرائيلية حقيقة يعني هذه الوقاحة بلغت يعني حدود غير مقبولة على الإطلاق وخاصة من نتنياهو يعني شفنا إحنا كيف نتنياهو بعد عدة مرات حاول يتصل بالشيخ محمد بن زاين وكان كل مرة يجد أعذار أو حاجة ما يصيرش المكالمة لكن في آخر مكالمة وهذه تحدثت عنها صحف أمريكية وإكسوس الأمريكية وصحف إسرائيلية أنه نتنياهو كان وقحا بطالب الشيخ محمد بن زايد أنه يا أخي لازم تدفع رواتب البطالة للفلسطينيين اللي منعتهم الموظفين الفلسطينيين اللي منعتهم إسرائيل من العودة إلى أشغالهم بسبب حرب غزة وقاحة فعلا وقاحة يعني أنت تجي تشول هي البنكر بتاعك يا دولة الإمارات هي بتشتغل عندك هذا هو السلام هذا هو التطبيع فحقيقة يعني كان مفروض مش بس رفض هاي الطلب الوقع لا كمان كان مفروض والله يقطع العلاقات لأنه هذو اللي بيستحقوا هذه هي الطريقة الوحيدة المثمرة معهم طيب رد متحدث اللي هو أنور قرقاش باسم الإمارات وقال لا العلاقات استراتيجية ومش هنقطعها يا أخي اقطعها يا أخي ليش محاوه ليش استفدتوا منهم الآن المنطقة كلها بتتغير تتغير لما توقعوا لما وقعتم اتفاق إبراهام هاي في البيت الأبيض كان الوطن العربي مستسلم ما كانش فيه حرب غزة ما كانش فيه اللي هو سبعة أكتوبر تغيرت الدنيا الآن والأمور يعني بتصير لمصلحة الشعوب وليست لمصلحة الحكومات الطلب الوقح الآخر واللي حقيقة صدمني انه اللي هو سموتريتش اللي هو هذا الوزير المتطرف المالية يعني يحتج على الأردن انها فيه مطعم شاوربة صغير في الكرة حتى يافطة للمحل اسم للمحل اللي هو أكتوبر 17 يوم الاقتحام الفلسطيني لغلاف غزة تتخيلوا يعني مسألة كثير 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 خطيرة مين انتم يعني ما حقول احنا صدنا العرب مهزل لهذه الدرجة انهم يطلبوا مننا ندفع رواتب وانه نشيل يعني الاسم مطعم في الكرك هذه الكرك العظيمة والشعب الأردني العظيم والنشامة والله أنا انصدامت على اي حال والله الزمن يتغير والأيام الجاية هتكون على يعني سيئة جدا وخطيرة جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى دولة الاحتلال الإسرائيلي والأيام مبيننا